أهلا وسهلا بكم قطفنا ثمار الزيتون شو المعاملات المطلوبة الآن لأشجار الزيتون وتجهيزها للموسم القادم في العام القادم إن شاء الله بنبدأ من الآن في عدة أمور لازم نعملها لشجرة الزيتون والآن وقتها أول شيء التقليم وفي قواعد أساسية بسيطة لقص وتقليم أشجار الزيتون وهي ثلاث قواعد أساسية في البداية بدأ أقوم بإزالة الأفرع من ارتفاع الشجرة من فوق لأن حمل الزيتون معروف بيكون في المناطق الوسطى والسفلة من الزيتون والمناطق العالية والمرتفعة بتكون قليلة الحمل يعني غالبا الأفرع العلوية لا تحمل الثمار أو بيكون حملها ضعيف عشان هيك بدأ نقوم بتحجيم الشجرة لأنه أول شيء ما في حمل وراح تغلبني في الجمع والتلقيط الحب لو في بعض الحب عليها فبنقوم بإزالة الأفرع من ارتفاع الشجرة من الأعلى ثاني شيء بالتقليم بدأ أقوم بإزالة الأفرع المتعارضة داخل الشجرة أي عرف أو غصن بلقية متعاكس مع الآخر يعني عامل شكل X بدنا نقوم بإزالته لأنه لو تركناه على المدى البعيد حيدداخلوا مع بعض ومش هيكون هناك ثمار وحتصبح الشجرة كثيفة ومتداخلة ولا يصلها لا شمس ولا هواء القاعدة الثالثة في التقليم بدأ أخفف من داخل الشجرة لتدخلها أشعة الشمس ولنحافظ على تهوية الشجرة فبنقوم بإزالة الأفرع لأنه المناطق الكثيفة بيكون فيها رطوبة عالية وبتكون مكان مناسب للآفات والحشرات مثل دباب الثمار الزيتون وحفار الساق فذباب الثمار الزيتون تضع بيوضها بكل أريحية في الشجرة الكثيفة التي لا تصل أشعة الشمس طبعا وصول أشعة الشمس لكل أنحاء الشجرة لوحدها عامل مضاد للآفات والحشرات ويقضي عليها فبنقوم بإزالة الأفرع الناشفة على جذع شجرة الزيتون وأي أفرع متداخلة داخل شجرة الزيتون بيقوم بإزالتها حتى يدخل الهواء وأشعة الشمس إلى داخل شجرة الزيتون الآن بعد ما قمنا بتقليم شجرة الزيتون يمكننا رش شجرة الزيتون ويتم الرش بالجنزارة والشيد أو بمبيد فطري مع مبيد حشري لنضمن القضاء على أي حشرات موجودة في أشجار الزيتون ولنقوم بحماية الشجرة من الحشرات وبيوض الحشرات التي تكون متواجدة خلال فصل الشتاء فنقوم برشها بالجنزارة والشيد أو مبيد فطري ومبيد حشري لنضمن تغليف هذه البيوض وتلفها وحتى لا تفقس بعد الشتاء وفي الربيع والصيف وتتلف محصول الزيتون القادم فيتم مكافحتها من الآن للقضاء عليها وعلى بيوضها بالرش بالجنزارة والشيد أو كما ذكرنا بمبيد فطري مع مبيد حشري آخر خطوة في العناية والاهتمام بأشجار الزيتون بعد القطاف هي إضافة السماد العضوي طبعا يمكن وضع السماد العضوي الآن لكن يفضل تأخيره قليلا ليتم وضعه مع بداية فصل الشتاء يعني في شهر 12 من شهر 12 إلى شهر 2 بيكون أفضل ومع فصل الشتاء والأمطار بيدوب السماد العضوي وبتحلل شوي شوي وبتستفيد منه أشجار الزيتون بشكل أكبر وإن شاء الله موسم قادم مليء بالخير والبركة علينا وعليكم وعلى الجميع يعني هذا باختصار التوصيات للمعاملات ما بعد قطاف الزيتون والأشياء اللي ممكن نعملها يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا